فجأة عادت ليبيا إلى صدارة الأحداث لكن هذه المرة ليس من باب المفاوضات ومساعي الأطراف الدولية بل بسبب اشتباكات طرابلس ثم فرض لحالة الطوارئ وبعدها فرار المساجين كل هذا وسط حيرة وتضارب للتقارير حول من يقاتل من بعد تجدد القتال جاء فيديو للمتحدث الرسمي باسم قوات اللواء السابع مشا التي لم تكن معروفة قبل هذا الأسبوع وظهرت بشكل مفاجئ استمعوا لما قاله هذا الرجل إن مشروع اللواء السابع هو تفعيل المؤسسات القضائية والنيابية والرقابية وتفعيل مؤسساتي الجيش والسرطة ودعم الوزارات والمؤسسات العامة لقيام بدورها المناط بها ونؤكد على أن اللواء السابع هو منكم وإليكم ومن أجلكم يقدم التضحيات الجزام إذن اللواء السابع يريد تحقيق نفس الأهداف التي يفترض أن حكومة الوفاق في طرابلس تطلع بها بدعم دولي لكن هذه الحكومة التي يقودها فايز السراج أعلنت حالة الطوارئ وأصدرت بيانا وصفت فيه تلك الاشتباكات بأنها محاولة لعرقلة الانتقال السياسي السلمي في البلاد مضيفة أنها لا يمكنها البقاء صامتة أمام انتهاكات الأمن في طرابلس لكن البيانة لم يحدد موقفا واضحا من أي من الفصائل المتحاربة لكن الكثيرون يطرحون السؤال من يقاتل من في طرابلس بينما بقي جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يتخبط بين معلومات متناقضة إذا عدنا للحيثيات فالبداية كانت من هنا دعونا نذهب إلى حيث جاءت قوات اللواء السابع مشات من مدينة ترهونة وهي تقع على بعد 60 كم إلى شرق من العاصمة طرابلس وحاولت السيطرة على مناطق جنوب طرابلس في 27 من أغسطس كما رأينا اندلعت اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة وقوات اللواء السابع مشات ودخلت مجموعات مسلحة للقتال إلى جانب الطرفين وبعد يومين من ذلك جرى التوصل إلى وقف القتال وهدنة بين الطرفين طبعا تبعت ذلك بهدنة ودخول قوات حيادية لمناطق الاشتباكات وسمح بدخول الفرق الطبية وإجلاء الجرحة لكن في الأول من هذا الشهر سبتمبر تجدد القتال مرة أخرى بعد هجوم لقوات اللواء السابع في طرابلس وفرضت حكومة الوفاق حالة طوارئ بالعاصمة كما أعلن عن فرار 400 سجين من سجن طرابلس هذه الصورة قد توضح إلى أي مدى تستهدف المشاءات المدنية بقذائف المقاتلين هنا مثلا هذه غرفة فندق في طرابلس اخترقتها قذيفة من السطح لا يعرف من هي الجهة التي أطلقتها أما هنا فهو ملجأ للمهاجرين الليبيين والنزحين استهدف أيضا بقذيفة صاروخية بعض المنظمات غير الحكومية دقت ناقوس خطر بسبب وجود عدد كبير من المهاجرين الأفارقة وغيرهم في طرابلس عالقين بسبب القتال المستمر حكومة الوفاق كانت نقلتهم إلى مكان منفصل عن مناطق الاشتباكات ولا يعرف طبعا حجم المناطق التي سيطر عليها اللواء في طرابلس ما هو مؤكد أن 41 مدنيا على الأقل قتلوا حتى الآن في الاشتباكات هذا المنشور مثلا من صفحته على الفيسبوك فيه سبع تعليمات من بينها عدم التصوير بالهواتف النقالة أو النشر والتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأوضاع التي نتحدث عنها طبعا تلاقي لدودة فعل مختلفة على مواقع التواصل مثلا هذه رشا تكتب على تويتر لا أعلم ماذا يحدث في طرابلس ولا هوية للأطراف المتقاتلة ولا سبب للقتال ولكنني أعلم بماذا يشعر سكان المدينة تحت وطأة القصف وأعلم الخوف الذي ينتابهم بمرور القذائف فوق بيوتهم وكيف يتنفسون الصعداء بعد نجاتهم منها رأفة بالخير يكتب ياريد كنا نفهموا أن العالم لن ينتظرنا حتى نحل مشاكلنا وخلافاتنا وأكبر خاسر في هذا الأوضاع هم نحن كما يقول بالخير أما سارة سنوسي فتكتب تسأل على طرابلس يقول لك نايدة تسأل على بن غازي يقول لك نايدة تسأل عن سبها يقول لك نايدة أي مدينة في ليبيا تسأل عنها يقول لك نايدة باهي في حد يفهمني كيف المدن نايدة والبلاد راقدة هذه سارة سنوسي تتساءل ولكن قوات اللواء السابع التي وصفت بأنها غامضة وبعض التقارير قالت أنها على علاقة بالجنرال خليفة حفتر في الغرب وأخرى نسبتها لحكومة الوفاق بينما ذكر أنها تتلقى دعم محمد بادي قائد فجر ليبيا السابق هذا ما نعرفه حتى الآن حول هذا اللواء موسيقى 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 اشتركوا في القناة على هذا الموضوع معنا هنا في الستوديو الصحفي والأكاديمي صلاح بن عامر مرحمة بك أستاذ صلاح فرار السجناء قذائف لها صور تسقط على فنادق أي وضع يعيشه الليبيون كمدنيين؟ حقيقة المعركة التي تحدث في طرابلس هو صراع على النفوذ بين ميليشيات تم تقنينها والمجلس الرئاسي هو من أعطى الصلاحيات لللواء السابع وهو من أعطى الحقية لكل الميليشيات الموجودة وحاول أن يقول أن هذه ضمن الجيش الليبيو غير الواقع لأن حتى من مظهر وشكل الأشخاص اللي قاتلوا بغض النظر عن اللواء السابع لأن اللواء السابع الكل ما يعرفش من هو شخصيته لمن يتبع وهذا الغموض يعني يسبب حتى مشكلة للمواطنين يعني المواطن في النهاية لو أن هؤلاء الناس اللي جئين لتحرير ما يسمى بتحرير المدينة الغموض في شخصية شخص يعني بحسب ما يقال حتى الآن يعني يؤدي دورا بارزا في المعارك الدائرة إلى أي مدى يضعنا في غموض المستقبل في ليبيا إذن المستقبل السياسي المستقبل المدني المستقبل الاقتصادي كل هذه المشكلة يعني لما نتحدث عن المواطن المواطن بالنسبة له الغموض صعب جدا أنه الآن الناس تنزح وتلجأ وتبحث عن مكان لأنه ليش عارف من يقاتل من والحرب يعني نعطيك مثال عندما كانت الحرب يعني على أشدها في المنطقة الشرقية الأهل بنغازي كان يعرفون من اللي يقود في المعركة شخصية معروفة أشخاص خرجوا في الإعلام أظهروا شخصيتهم قالوا نحن نتبع كذا كذا هدفنا واحد اثنين بدأت في مؤسسة عسكرية واضحة وقايمة أنا لا أريد الطعن في شخصية الأشخاص اللي حاولوا يقال لتحرير طرابلس ولكن لابد من كيان أو متحدث رسمي يتحدث باسم هذه الشيئة ولكن تخوف من المجتمع الدولي والبعثات الدولية تقول أن ليبيا قد تنزلق إلى الفوضى إذا لم تنزلق أصلا إلى ذلك المجال يعني ربما قد هذا يزيد الأمر يعني تعقيدا بالنسبة لذلك بنفس الوقت يعني ما هو الدورة الآن المطلوب من أجل يعني فهم أو فعل حالة الاشتباك الحادث في ليبيا يعني غير مفهوم الآن ما الذي يجري بالضبط الحقيقة أن المنطقة الغربية الآن تتبع بشكل كامل لجماعات متضرفة إسلامية المجتمع الدولي يريد أن يزين ذلك باسم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وكذا أنا لا أريد طعن في حكومة الوفاق أو شخصيات اللي فيها رغم أن في بعض الشخصيات حتى من نظام السابق كانت موجودة وانضمت للمجلس الرئاسي ولكن هناك صراع نفوذ بين قوى دولية إيطاليا وفرنسا فرنسا تتبع يعني تدعم الجنب الشرق بقيادة الجيش الليبي بقيادة حفتر وإيطاليا تدعم في قوات في المنطقة الغربية الآن هو صراع نفوذ من ينتصر في هذه المعركة حيكون الدولة إيطاليا تنتصر بعقود النفط والغاز فكل ما يحدث الآن صراع على حساب المواطن الليبي لذلك إذا نريد حل لهذه المشكلة لابد أن نخرج من التدخلات الغربية ونجلس إذا كان غسان سلامة أو الأمم المتحدة صادقة في نواياها عليها أن ترجع للشعب وقبائل الليبية يعني كل الشخصيات اللي الآن ظهرت على الساحة ربما كثير من الاقتراحات مطروحة ولكن وقت هذا اللقاء قد انتهى أشكرك كثيرا الشكر أو جزيلا الشكر صلاح بن عامر الصحفي لوجودك في ترندنك شكرا